تتخذ الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وشركة مطار البحرين قبل انطلاق موسم سباقات الفورميلة واحد تتخذ كافة الاستعدادات بالعمل بكل طاقتها للمساهمة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في جعل هذا المحفل الرياضي الدولي موسما ناجحا يليق بسمعة ومكانة مملكة البحرين إقليميا وعالميا في سبيل إبراز سباقات الفورميلة واحد بما يتناسب مع مكانتها المرموقة عالميا تسعى كافة مؤسسات المملكة في إبراز هذا المحفل الكبير ولعل جهود شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بانت واضحة في وضع كل طاقاتها لضمان سياب حركة المسافرين القادمين عبر المنافذ البرية والجوية زيادة أعداد المسارات للمسافرين ومنح التأشيرات المجانية وغيرها كل هذه التسهيلات تقدمها للضيوف الكرام تأشيرات المجانية من أول موبر السباق البحرين الدولي اللي هو سنة 2004 هي الجنسيات اللي نفتح لهم اللي يقدرون يقدمون حق السباق هم طبعا كل شخص يقدر يقدم بس كل شخص أي جنسية لها كل جنسية لها شروطها اللي يقدرون يقدمون اللي هم بنفسهم يقدرون يقدمون هم 116 دولة بالإضافة إلى هم قيمين دول المجلس التعاون هم يقدرون 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 عن ضريج الـ e-visa اللي هي www.e-visa.gov.ph يقدرون يدخلون من خلال الموقع وتقديم لهم التأشيرات يكون الدوام تقريبا 24 ساعة من ناحية المنافذ يكون على طول المسارات الخاصة موجودة الجماعة هنا موجودين عشان يعني تسهيل صدار التأشيرات والسرعة في نفس الواد وعلى صعيد استقبال الزوار والمشاركين في سباقات الفورميلة عبر مطار البحرين الدولي تستعد جميع الجهات العاملة بالمطار لتقديم أفضل الخدمات لأكثر من عشرة آلاف شخص خلال فترة السباق الدولي شركة مطار البحرين وشركاء آخرون يواصلون الليلة بالنهار ويعملون على توفير خدمات مبتكرة كفيلة بسد احتياجات الوافدين بشكل فعال ومميز الأعداد المتوقعة السنة إن شاء الله بيكون من عشرة لأربعة عشر ألف الزائر وطبعاً بالحركة بتكون عندنا نسبة تشغيل في المطار 100% منها في الرحلات على شركة طيران الخليج النقلة الوطنية والراعي للحدث هو عندنا طبعاً مع الشركات الأخرى الخليجية بالإضافة إلى يكون الشحن بيكون تقريباً 100% جميع المواقف من ساحات المطار بيكون مشغولة بحق الحدث وطبعاً الزوار قد وصلوا والليلة توقعين العدد الأكبر بيوصل منهم الفرق وبعضهم من الداعمين للسباق إن مملكة البحرين منذ عام 2004 حاضرة وبقوة على المسرح الرياضي العالمي مع ملايين المشاهدين ما يدعو دائماً إلى تضافر الجهود والعمل يداً بيد وفي مختلف الأوقات خيوط تنسجها مختلف الأيدي من الجهات والمؤسسات في مملكة البحرين كل يسعى ويعمل من أجل إظهار هذا الحدث الرياضي الكبير في حلة لائقة وجميلة لتلفزيون البحرين صالح يوسف شكراً للمشاهدين شكراً للمشاهدين